عندما جاء الملاك وبشر القديسة مريم العذراء قال لها هي سألت كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا أجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس لاحظ الكلمات القدوس المولود منك يدعى ابن الله المولود منك يعني الوسيلة وكيفية الولادة هي عن طريق القديسة مريم العذراء لكن ميلاد عذراوي بدون أن يمسها أي رجل كما قال يحنى عن المسيح الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع وقال يسوع يعني خرجت أو جئت من عند الآب فإذا الهوية تبعيت يسوع سماوية اختار أنه يتجسد في أحشاء القديسة مريم العذراء وفي جملة كثير كثير مهمة قالها الملاك طبعا للقديسة مريم العذراء لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله يعني ما في أي مستحيل عند الله لو أراد الله أن يتخذ جسد ويجي لأرضنا يلبس جسد هل يصعب على الله فإذا الأمور الغير ممكنة المستعصى المستحيلة بالنسبة لأله غير مستحيل فالله على كل شيء قدير فهو القادر على كل شيء يستطيع أن يتخذ جسد في ملء الزمان فالمسيح لا يوجد له أب أرضي يوسف النجار كان خاطب مريم وأراد تخليتها سرا وطبعا لما فكر في الأمر أجاملك في حلم قال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل فيها هو من الروح القدس فاتكلم ليوسف وفعلا يوسف أمام كل الاعتراضات وكل التقاليد اليهودية في أيامه اللي ممكن تسبب في جريمة قتل في رجم مريم العذراء لكنه كان بار وفعلا يعني أخذ القرار الحاسم أنه هذا شيء رباني فإذن يوسف كان يعني الأب يعني ليسوع المسيح الحامي والمعيل والمهتم والمربي طبعا في طفولة وفي أيام يسوع وشباب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر